تلات اشياء سبب رئيسي جدا لخسارة النادي الاهلي مباراة نهائي دور ابطال افريقيا هذا الموسم اول حاجة تعامل الاعلام مع ازمة ملعب المباراة اتنين اجواء ملعب المباراة تلاتة التشكيل الخطأ اللي بدأ به موسماني لهذه المباراة وقبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش الاشتراك في هذه القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل مواجه جديد ان شاء الله يلا بينا نبدأ الحلقة يلا بينا اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين على قناة بيب اسبرتس وبرنامج الموهوب مع بيبو هنتكلم على الثلاث اشياء السبب الرئيسي لخسارة النادي الاهلي لنهائي دور ابطال افريقيا اول حاجة هنتكلم تعامل الاعلام مع ازمة ملعب المباراة كان سبب رئيسي جدا في خسارة النادي الاهلي وعاد بالسلب على لعيبة النادي الاهلي اتنين خروج اللاعبين عن التركيز تلاتة الحالة النفسية والمعنوية بنسبة خمسة وخمسين في المية كانت سبب رئيسي لخسارة النادي الاهلي كلنا شوفنا هذه المباراة عن خسارها النادي الاهلي بسبب حاجات حصلت قبل المباراة وبالتالي عادت بالسلب على لعيبة النادي الاهلي التعامل والظلم اللي اتعرض له لعيبة النادي الاهلي قبل المباراة طبعا وشوفنا في فندق الاقامة لكن يا جماعة عاوزين نقول ان التحضير النفسي شيء مهم جدا قبل كل مباراة خل اللاعبة في تركيز شديد اثناء المباراة تاني حاجة اجواء قبل واثناء وبعد المباراة سبب رئيسي ان النادي الاهلي يخسر هذه المباراة لما نزلوا لعيبة النادي الاهلي اثناء الاحماء لما دخلوا غرفة اللبس قبل انطلاق المباراة بدقائق وهم نزلين شوفنا عدم وجود جماهير النادي الاهلي ومدرجات نص الملعب كاتخاوية اللاعبة اتصدمت وحصلها عندهم كده يعني صدمة ونزلت الحالة النفسية مسيماني والجهاز الفني عادي يشتغل عليه لكن ما باليد حيلة دي اتأثرت بالسلب على لعبة النادي الاهلي خلينا نقول ان ما كانش فيه فير بلي في هذه المباراة وما فيش عدالة سبب عدم وجود جماهير النادي الاهلي اللي اعتقد ان لو كانت موجودة كان هيبقى فيه كلام تاني وعادة الاهلي كان يعمل مباراة قوية الحاجة التالتة اللي انا اتكلمت فيها من التلات اشياء اللي هي سبب خسارة النادي الاهلي ان التشكيل الخطأ لمسيماني في هذه المباراة كان سبب رئيسي جدا ان هو يوقع النادي الاهلي خط دفاع النادي الاهلي لما جيه يلعب او يضع مسيماني حط ياسر ابراهيم مع ايمن اشرف ايمن اشرف ما بلعبش بقاله فترة مع النادي الاهلي قولنا عارفين ان احمد عبد المنعب كان من اللاعبة الاساسية اللي موجودة في خط دفاعات الاهلي لكن اصيب وبالتالي كان نرجوع ايمن اشرف لخط الدفاع كان فيه مشكلة كبيرة جدا لكن انا ليه اعتاب على مستر بيتسو مسماني انت كنت بتلعب في الفترة الاخيرة برامي ربيعة مع ياسر ابراهيم وبالتالي كان فيه توليفة بين الاتنين ودي طبعا سبب رئيسي في ان محمد هاني مستوية ترجع واعتقد ان في ظلم كبيرة تحط على محمد هاني كل مباراة يبقى فاق انكسارات وفاق انتصارات الانكسارات كانت من نصيب محمد هاني واعتقد ان الاعلام حاليا نتعامل مع محمد هاني معاملة صعبة جدا وممكن تخليله الحالة النفسية ترجع للخلف لكن اعتقد ان لعبة النادي الاهلي اتعاملت كتير في مثل هذه الاجواء يقدر يعود ان شاء الله محمد هاني افضل من الاول شوفنا قبل كده برضو كاسر ابراهيم كان له اخطاء ولكن رجع بقوة وبقى من افضل اللاعبين او اللي موجودون في خط ظهر النادي الاهلي انا كنت اتمنى وجود رامي ربيعة في خط دفاع النادي الاهلي مع ياسر ابراهيم ووجود عمر السلية مع حمد فتحي وإليو دانجي لان كان فيه مساحة كبيرة جدا موجودة خلف لعبي وسط الملعب اللي هم قدام خط الارتكاز للنادي الاهلي كنت اتمنى وجود عمر السلية وحمد فتحي وإليو دانجي كان يبقى حقص صد منيع اتكلمت عن القصة لها قبل كده في حلقات فاتت الخطأ الكبير اللي واقع فيه موسيماني ايضا وجود حسين الشحات وبرسي تاو وطاهر محمد طاهر واحمد عبدالقادر الرباع الهجوم للنادي الاهلي طبعا احمد عبدالقادر بدأ المباراة قدام لعبي الارتكاز عشان كده لاحظنا ان بيتسو موسيماني كان بلعب بطراءة اول ما بدأ المباراة اربعة اتنين اربعة واعتقد كان فيها مشكلة كبيرة جدا في الاول وعلى ما يتدركها بيتسو موسيماني كان دخل في النادي الاهلي هدف الوداد المغربي ان يسأل عنه خط دفاع النادي الاهلي بخطأ سازج من ياسر ابراهيم خلينا نقول ان كل هذه الاحداث السبب الرئيسي اللي خسارت النادي الاهلي ان الكاف تعنت صر ان هو يلعب نهائي دورة ابطال افريقيا في ملعب مركب محمد الخامس النادي الاهلي فريق كبير جدا وفايز بالبطلطين الاخيراتين لدورة ابطال افريقيا علشان كده احنا بنحيي هؤلاء اللعيبة اللي موجودة مع النادي الاهلي قدر يتحمله فترة صعبة جدا وتلاحم المواسم اللي كان موجود دايما للنادي الاهلي ومع هؤلاء اللعيبة في بعض الكلام اللي طلع بيطلبوا فيه قالت بيتسو موسيماني يا جنة ما ينفعش ان انت تعمل احلال وتجديد بعد كل خسارة لمباراة ما ينفعش واعتقد ان فيه مشاكل فيه اللاعبين النادي الاهلي او الادارة الفنية للنادي الاهلي فعلا فيه مشاكل ومش عاوزين ننكر هذا الكلام كرة القدم مفهش فيها الكلام ده انا جاي بمدير علشان يحطوا لي خطة بعيدة المدى للفوز بالبطولات ما ينفعش لما نخسر بطولة واحنا في المباراة النائية نجل يعني شوفنا جوارديولا بعد خسارته من ريال مدريد فيه نصف نائي دورة ابطال اوروبا ما طلعتش ادارة يعني المان سيتي وقالت لجوارديولا سلام عليكم وتوكل على الله خلاص انت كده عملت اللي عليك ونفس القصة حصلت معه ليفربول وإدارة ليفربول طبعا ما قالتش ليه يورجون كولوب بتوكل على الله خلاص كده انت عملت اللي عليك يا جماعة عشان تبني انا عرفت ان عندي مشاكل هبدأ بعد كده عالج هذه الاخطاء وعالج هذه المشاكل علشان اقدر انني انافس مرة تانية على اي بطولة العب فيها ودي مش عيبة جماعة ده طبيعي جدا مش ممكن هنلاقي فرقة تفوز دايما مش ممكن هنلاقي الفرقة تخسر دايما ده طبعا حال كورة القدم دايما مباريات كتير ودي نصيبه قدر النادي الاهلي والزمالك دايما والانديها المصرية اللي بتشترك في اكتر من بطولة زي بطولة افريقيا وبطولة الكونفدرالية الافريقية الناس اللي بتتكلم انا عارف ان هي في حر او زعلانين وعلى فرقتهم لكن اللي عاوز يبنفعش يهدم مرة واحدة كده انت واخد بطولتين افريقيا انت عامل ارقام كويسة جدا انطالع يعني في هذه البطولة المركز التاني بعد كلنا شوفنا التحالف الكبير اللي تحط على النادي الاهلي والظلم الكبير اللي وقع على النادي الاهلي كلنا نشجب كل هذه الامور الغير طررة لإدارة الكاف واعتقد ان الكاف يعني هفتح ملف كبير جدا والسبب الرئيسي في تعامل الكاف مع كرة القدم المصرية ان التصرحات اللي كانت طلعت من عمر مصطفى مراد فاهمي كانت سبب رئيسي ان الكاف يتعامل مع الكرة المصرية بهذا الامر يعني كلنا بنترحم على الاستاذ عمر مصطفى مراد فاهمي كرة القدم فيها كده وكده لكن لما يكون بهذا الامر اللي غريب على كرة القدم كلنا ضد هذه الامور وقلت قبل كده في حلقات سابقة ان فيه تربطات وفيه شغل من تحت الترابيزة وحاجات يعني ما مفهاش فير خالص في كرة القدم ونوت فير زي ما كابتن محمود الخطيب قال لباترس موتسيبي رئيس الكاف في نهاية وقت تسليم الجوائز للوداد المغربي والنادي الآلي الحاصل على المركز الثاني في هذه البطولة الخطيب طبعا قال لرئيس الاتحاد الدولي أنفينتينو قال له نوت فير كلم ايضا مع باترس موتسيبي نوت فير وكلنا شفنا شكل باترس موتسيبي كان حاجة غريبة وتدعو لليش مئزاز انت اصلا ازاي تبقى مسؤول على رأس الكرة الافريقية وتعمل هذا الامر الغريب طبعا في نهاية تقولك أن الاتحاد المصري ما قدمش طلب باستضافة نهاية دورة أبطال أفريقية نتكلم بالعقل اللي حصل ده كان ممكن يتغير عادي بسهولة زي ما احنا شفنا بطولة دورة أبطال أوروبا اتغيرت بين في لحظات لما عرفهم أن فيه فريق من إنجلترا وفيه فريق من أسبانيا ده طبيعي جدا بيحصل في كرة القدم المفروض ننقل المباراة لملعب محايدة عشان يبقى فيه عدالة لكل الفاروخين اللي احنا بنطلب بها دايما تبقى موجودة فيه البطولات المحلية والقرية والعالمية ده شيء طبيعي جدا في مثل هذه الظروف أنا مش عاوز أتكلم كتير لأن أنا تعبت خلاص من هذه الأمور لكن عادي جدا خلاص النادي الأهلي فريق كبير جدا يقدر يقوم من كابوته ويقدر يستعد تاني ويحصد البطولات ده طبيعي جدا مع فريق كبير ونادي القرن في أفريقيا النادي الأهلي طبعا ونادي الزمالك قطبي الكرة المصرية وجنحان الكرة المصرية طبعا اللي احنا بنتمنى إن شاء الله أن هم يبقوا في أفضل حال دايما في الكرة المصرية الكلام ده بيعود دايما على المنتخب المصري وإخفاقاته علشان كده احنا عاوزين قوة النادي الأهلي وقوة نادي الزمالك وأي فريق في مصر يشارك في أي بطولة قرية لازم يبقوا قويين جدا عاد بالإجاب على المنتخب المصري يحصد البطولة الأفريقية القادمة إن شاء الله وكل الأمنيات القلبية للكابتن أهاب جلال اللي هو المدير الفني للمنتخب المصر إن شاء الله إن هو يقدم لنا كرة هجومية جدا مختلفة عن اللي كان بيقدمها لنا مستر كارلوس كوروش في الفترة الخيرة وطلعنا من كاس العالم وما خدناش بطولة أفريقيا لكن كل الأمنيات القلبية في الفترة القادمة للمنتخب المصري إن احنا نصعد لبطولة أفريقيا القادمة إن شاء الله في كوتوفار ويقدمونا اللقاء يردي جماهير كرة القدم المصري ونرجع تاني لسابق عهدنا نحصد البطولات سواء مع المنتخب المصري أو الأهل والزمالك وفي نهاية الحالة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصل كل ما هو جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة